بسم الله الرحمن الرحيم وطلاب مساق نظريات الشخصية نلتقي اليوم معكم في دقاء جديد لنستكمل نظرية سكينر وهي النظرية التي اهتمت بالبهيفيورز وهتمت بالجانب السلوكي بشكل خاص ولم يرى سكينر في النظريات المعرفية مبتغة وطور سلوبه الخاص وتحدثنا في المحاضرة السابقة عن طريقة الدافع والحافظ وعن طريقة المثير والاستجابة والحافظ المشروط أو الانقونديشنل رسبونس وكونديشنل رسبونس وسنكمل اليوم على البستف ريينفورسمنت اللي هو التعزيز الإيجابي وتحدثنا عن موضوع البستف ريينفورسمنت يعني سترينكث بيهيبير يقوي السلوك من خلال من خلال المحفزات أو من خلال الأشياء المجزية التي يجدها الفرد من خلال سلوكه والإثابة على سلوكه على سبيل المثال For example, if your teacher gives you a gift each time you complete your homework إذا المعلم أعطاك هدية في كل مرة تكمل فيها واجباتك المدرسية أي مكافأة فمن المرجح أن تكرر فyou will be more likely to repeat this behavior in the future بالتالي التعزيز وتكرار السلوك of completing your homework تكرار السلوك عندما أنت تكمل واجباتك تتعزز والتالي يتكرر السلوك بشكل عام Skinner shows how abusive reinforcement work by placing a hungry rate in his Skinner box وكان أظهر Skinner كيف يعمل التعزيز الإيجابي عن طريق وضع فأر في صندوق جائع في صندوق خاص يعني يسمى صندوق Skinner Box كان الصندوق The box contained a lever on the side رافعة على الجانب And as the rate moved about the box It would accidentally knock the lever وعندما يتحرك الجرد حول الصندوق فإنه يقرأ الرافعة بطريقة الخطأ وفعل ذلك على الفور ومن ذنب يعني عندما تفعل ذلك الأمر في الصندوق تسقط حبيبات الطعام في وعاء بجوار الرافعة يعني كلما يضغط الفأر على الرافعة بطريقة الخطأ طبعا تسقط حبيبات الأكل أو الجبن داخل الصندوق ضمنت نتيجة تلقي الطعام ومن خلال تعلم الفئران بسرعة أن تذهب مباشا إلى الرافعة بعد بضع دقائق من وضعها في الصندوق ضمنت نتيجة تلقي الطعام إلى ضغطه على الرافعة أنهم سيكررون الإجراء مرارا وتكرارا ومن هذا ينشأ التعزيز الإيجابي ومن هذا ينشأ أن كلما تفعل فعلا صحيحا تعزز بهدية أو مكافأة وبالتالي يحدث هذا التعزيز فبنأتي إلى النيغاتيف رينفورسمنت التعزيز السلبي وهنا يعني يمكن أن تؤدي the removal of an unpleasant reinforcer can also strength behavior أيضا يمكن أن تؤدي إزالة المعزز غير السار أيضا إلى تقوية السلوك يعرف هذا باسم this is no negative reinforcement because it is the removal of an adverse stimulus which is rewarding to the animal or person يسمى هذا أو يعرف هذا التعزيز باسم التعزيز السلبي لأنه من خلال إزالة الحافز الضار يكافأ الحيوان أو الشخص بإزالة الحافز الضار يعني يقوى التعزيز السلبي لأنه يوقف أو يزيل تجربة غير سارة طبعا إحنا عارفين أنه سكنر كان عامل في داخل الصندوق ويمكن هنا نأتي إلى صورة للصندوق بشكل أفضل هنا أظهر سكنر كيف يعمل التعزيز السلبي عن طريق وضع الفأر في صندوق خاص به يتم تعريضه لتيار كهربائي غير سار مما يتسبب له في بعض الإزعاج عندما يتحرك الجرد حول الصندوق فأنه يقرع الرفع برضو طريق الخطأ وفعل ذلك على الفأر سيتم فاصل التيار الكهربائي يعني صار عنده أنه بدل ما ينزل الجبن عمل إشيء تعزيز الإيجابي أنه ينزل الجبن والتعزيز السلبي أنه يبعد عنه الشيء الضار أو يبعد عنه يعني يسيل عنه الألم اللي هم التيار الكهربائي فصار برضو كمان تعزيز إنه إذا بفعل شيء إيجابي فعل إنه شيء صحيح إنه ضغط على الرفع يزال عنه الضرر يزال عنه الضرر ولكن قبل كان يأخذ شيء الآن هو يزيل شيء عنه هو تعزيز السلبي عكسي يعني لذلك يتم فصل التيار الكهربائي تعلمت الفئران بسرعة أن تذهب مباشرة إلى الرافعة بعد بضع دقائق من وضحف الصندوق مباشرة ضمنت نتيجة الهروب من التيار الكهربائي أنهم سيكررون الإجراء مرارا وتكرارا في الواقع أيضا كمان قام سكينار بتعليم الفئران تجنب التيار الكهربائي عن طريق تشغيل الضوء قبل بيطء التيار الكهربائي مباشرة يعني صار يعمل إيش ألارم زي إنزار صار إن ضوء يضوي في لايت أحمر مثلا يضوي يعرف الفار إنه بعد ما يشغل الضوء حيتشغل الكهرباء فيجري بسرعة الرافعة يضغط عليها يضمن إنه في شيء تيار كهربائي حي يأذي سرعان ما تعلمت الفئران الضغط على الرافع عندما يضيء الضوء لأنهم كانوا يعلمون أن هذا سيوقف تشغيل التيار الكهربائي وهنا نتعلم منها في اللاحية التربوية إذا كنت لا تقوم بسرعة الرافعه إذا كنت لا تقوم بسرعة الرافعه يتعلم إنه حتى ينهي واجباته ويتجنب دفع الخمسة الشكل للأستاذ فبالتالي بدو ينهي واجباته يعني المدرس هنا في الحالة هذه حتى يتجنب الطالب دفعه الخمسة الشكل هو السلبي تعيير السلبي كويس؟ إنه راح ينهي واجباته حتى يتجنب دفع الخمسة الشكل ذلك عليه أن ينهي واجباته المدرسية لتجنب دفع خمسة الشكل وبالتالي تعزيز سلوكه أو تعزيز سلوكه في إنهاء واجباته المدرسية طيب العقاب يضعف السلوك Punishment Weakness Behavior Punishment يعني is defined as aversive event that disagrees disagrees the behavior that is that it follows يعني إيش منقول يعني يتم تعريف العقوبة على أنها حدث مكروه ويقلل من السلوك الذي يتبعه الإنسان يتم تعريف العقوبة على أنها عكس التعزيز لأنها مصممة لإضعاف أو القضاء على الاستجابة بدلا من زيادتها لكن Pustive Punishment Directly Applying and Unplacent Stimulus like a shock after a response يعني العقوبة الإيجابية التطبيق المباشر لمحفز غير صار مثل الصدمة بعد الاستجابة معنى أنك أنت بتعطي محفز أو عقوبة إيجابية يعني أنه أنت بتديله محفز أو يعني شيء غير صار لعدم استجابته أو لتضعيف سلوكه هي سلبية للعقوبة لكنها هي عشانا منعطي إحنا عقوبة حتى نضعف السلوك فهي تسمى عقوبة إيجابية لكن عقوبة السلبية إزالة الحافز الذي يحتمل أن يكون مجزيا يعني في Pustive Punishment إحنا منعطي عقوبة والNigative Punishment منسحب امتياز أرجو أن نكون وضحة النقطة هذه Pustive Punishment أنا بعطي عقوبة الNigative Punishment أني أنا بسحب امتياز أو بسحب شيء كان مفروض أعطي له إياه النتيجة سلوكه السيء أو تصرفه السيء أو تصرفه الخاطئ أنا أخدت منه الامتياز بمعنى على سبيل المثال فور أكزامبل أنه إحنا خصم مصروف الجيب لشخص ما لمعاقبة السلوك غير مرغوب في أخد منه فلوسه كعقوبة سلبية هناك العديد من المشاكل في استخدام العقوبة مثل لا يتم يعني هناك العديد من المشاكل يعني هناك برضه سلبيات لا استخدام العقوبات أيضا يعني كمان إلها إيجابيات إلها سلبيات إنه لا يتم نسيان السلوك المعاقب بل يتم يعود السلوك عندما لا يكون العقاب موجودا يعني إذا كان فيه عقاب بسويش لكن رفع العقاب لقيني بسوي السلوك هذه من سلبيات العقاب أو العقوبات اللي ممكن كنت ضعي في السلوك تسبب العدوان المتزايد في بعض الأحيان زيادة الضغط وزيادة العقوبات وزيادة الحرمان وزيادة كذا ممكن تسبب العدوان المتزايد أيضا يدل على أن العدوان هو وسيلة للتعامل مع المشاكل برضو أنه يدل كمان أن العدوان وسيلة للتعامل مع المشاكل لأنه الإنسان بصير يعني زي ردود أفعال سلبية على المشاكل بتصير له بزيد يخلق خوفا يمكن أن يعمم على السلوكيات غير مرغوب فيها مثل الخوف من المدرسة يعني بصير الواحد من كتر العقوبات أنه دائما بتعاقب في المدرسة دائما بنضرب دائما بحلش الواجب دائما كذا بصير خاف يروح على المدرسة ويكره المدرسة وهذه أحد سلبيات العقوبات اللي ممكن لابد للمربي أو الأخصائي يفهمها جيدة بمعنى أنه كل ما يكون في هناك عقوبات دائما متواصلة بدون تعزيز بدون جانب إيجابي بدون بزف رينفورسمنت ممكن يصير يعني تطلق مرة في أيش بزف رينفورسمنت في بانشمنت دائما هذه العقوبات العقوبات اللي بتصير دائما بتأثر سلبا وبتأكد بتأكد بعض الأحيان أنه أنه يصير في خوف من أنه وكروه وعدم حب مثلا للمدرسة ما تيشي الواقعات متكررة من داخل أو حتى من المدرسة بحبش مدرس لأنه ده مضروف فيه المدرسة بحسب أنه بعمل أصلحته لكنه بكرهه في المادة وبكرهه في الأستاذ نفسه طبعا الجدول أنماط التعزيز أو جداول أنماط التعزيز اكتشف العلماء السلوك أن الأنماط أو الجداول المختلفة للتعزيز نهى تأثيرات مختلفة على سرعة التعلم والانقراض سرعة التعلم والانقراض وحنأتي لها في التفصيل هذه ابتكر فريستر أدس كانر طبقا مختلفة لتقديم التعزيزات ويجد أن هذا له تأثير على معدل الاستجابة اللي هو ريسبونس ريت داريت التويتش ذريت بريست دا ليفل أي مدى يعني معدل ضغط الجرد على الرافعة مثلا يعني أي مدى صعوبة عمل الجرد معدل الاستجابة معدل معدل الانقراض extincation rate extincation rate اللي هو معدل الانقراض المعدل الذي يعني داريت اتويتش ليفر بريسنج دايز اوت يعني معدل أي مدى يستسلم الجرد يعني يعني معدل انه بصير الجرد خاص ما بيقدر يضغط على الرافعة أو بالتالي يموت كالي نقول أو ينقرض معدل الاستجابة بطل يستجيب للضغط الرافعة مثلا في التكيف الفعال in operant conditioning if no food built is delivered immediately after the liver is breast then then after several attempt that rate stop pressing the liver يعني انه في التكيف اذا ما يتم توصيل حيبة الطعام فورا بعد ضغط على الرافعة فبعد عدة محاولات توقف الجرد عن الضغط على الرافعة ما هي المدة التي سيستمر فيها شخص ما للذهاب للعمل اذا توقف صاحب العمل عن الدفع هذه يعني مقابل الجرد الانسان ايضا الحيوان والانسان يعني الجرد مهدل الانقراض انه اذا اذا انت ما اعطتوش الاستجابة السريعة وحنيجي لها النقطة هذه استجابة السريعة بصير جرد يعرف انه ضغط 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 في الش اكل حيبط ليضغط على الرافعة وايضا الانسان عندما يتم العمل ولا يعطي صاحب العمل الاجر للعامل او للموظف اذا رب عمل لا ببطل يروح على العمل وبالتالي هنا الموضوع بده مراجعة وبده يعني فهم له بالتالي بتم اخماد السلوك يعني السلوك بتم اخماده وبصير في عنده يعني بصير في دائما في سلوك يعني كل ما اذا انت يعني بتعطيش المحفز سريعا بصير هناك اخماد لذلك السلوك طيب منيجي هنا اسكنر ايضا وجد اسكنر ان نوع التعزيز الذي ينتج عنه ابطأ ابطأ مهدل للانقراض اي ان الناس سيواصلون تكرار السلوك لاطول وقت دون تعزيز هو التعزيز ذو النسبة المتغيرة بمعنى يعني انه انا اذا بدي اعطي مباشرة اذا انقطعت هينقطعه لكن اذا انا بعطي كل مثلا 5 مرات بعطي مرة كل 10 مرات بعطي مرة لازم يكون في استجابة صحيحة لكن مش فوريا الاشي اذا فاهم صاحب السلوك هذا الامر فانه يعطي اطول معد مدة للاستمرار في السلوك نوع التعزيز الذي لديه اسرع معدل للانقراض هو التعزيز المستمر continue reinforcement يعني كل ما انا اعطي اذا انا ضغط الرافعة حاخد فلوس انا جواب الصح حاخد مثلا هدية اذا انا عملت السلوك جيد حاخد كذا هذه الشكلات الحقيقة انه ويد اسكدر ان اك اسرع اسرع طريقة الانقراض السلوك هي التعزيز المباشر والهدية المباشرة للانسان بالتالي وابطأ اشي للانقراض اللي هو المتغير الاستجابة او التعزيز ذو النسبة المتغيرة ننتهي ونكمل في المحاضرة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة